السلام عليكم خوية حسين لك ولكل متابعي قناة تجزير تيوب الرقمية أكيد أن موضوع الساعة الآن في الجزائر هو الناخب الوطني الجديد الذي سيخلف جمال بالماضي على رأس العريضة الفنية للمنتخب الجزائري خلينا نحط الأمور في سياقها الطبيعي حسين القضية الأهم حاليا هي كيف ستنتهي علاقة جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري وكان هناك بيان من الاتحاد الجزائري يقول أن العلاقة انتهت ولكن لحد الآن ما زال العقد ساري المفعول مادم أنه لم يفسخ بشكل قانوني وبالنظر إلى كل ما قيل ننتظر أن يتحدث إما جمال بالماضي وإما وليد صادي للحدث عن هذه القضية وما جرى قبل البيانة الذي أصدره وليد صادي عبر منصة اكس تويتر سابقا ثانيا فيما يخص الناخب الوطني الجديد هناك الكثير من الأسماء التي تم تداولها الأسماء بعضها تم تسريبه بعض منها تم تداوله ولكن الأكيد أنه في الفترة الحالية لا يوجد أي شيء رسمي وهذا هو النقطة الرئيسية التي يجب أن نرتكز عليها في هذا الجدل أو خلينا نقول لديبا هذا بما يخص الناخب الوطني الجديد بالنسبة الوليد صادي أكيد أنه المهمة لن تكون سهلة والضغوطات كبيرة وهذا أمر مفهوم جدا لأنه منصب رئيس الاتحادية ليس بالمنصب السهل وكل الجزائر تصويب أنظارها الوليد صادي وهذا أمر طبيعي جدا بحكم المسؤولية وبحكم أنه مسؤول مباشر عن المنتخب الوطني الجزائري زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر